بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع بصراحة الإقبالي في كل مكان أهلا وسهلا بكم معكم محمود فراج المحافظ باني سويف يعني النهاردة معانا الحج عواطف اللي انتشر لبأ وفاتها وندو في المكرافونات في المساجد وبعدين يعني راحت المستشفى ورجعت مرة تانية ربنا يدع الصحة إزاك حاج عواطف أخبرت صحتك إيه يعني النهاردة جينا نحتفل بك إن شاء الله يعني ربنا يديك الصحة يا رب ببسر بلوية حديث ببسر بلوية رب تسطر عليهم وأعليكم فلان وفلان إنت عندك كم سنة حاج عواطف عندك 77 سنة ربنا يديك الصحة إنت مريض السكر عندك سكر وضغط يعني اللي حدر اللي حصل ده يعني غيبوب السكر غيبوب السكر السكر رفع عليها طبعوا على السعاب أول السعاب قال لك دي راهد عند ربك أه يعني هم جالوا فأول السعاب جالوا انها توفت جالوا انها توفت طلبنا المتشفى ثاني ورجوها المتشفى الليلة عالباح فعملوا نتحليل حمد الله فعل ده بنبهوا هنا في المساجد بان الحاج عاطف اتوفت ايو 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 يعني هما نبهوا الساعة كم نبهوا كده على قبل العصر يا ابن جابنا العصر جالوا ان الحاج عاطف اتوفت والجلادنا طالع بعض العصر اتعافنا هنا كله ماشي من هنا وحاص في دماغه اللي هي ماما ماما اللي هم اتوفعي اولاك اللي فيش دكتور من الوطع الصاحة فيه كشف هنا ولا اي حاجة برده عشان ملكرمش عشان يعني هو انتو قلتوا انها اتوفت عشان كبروا السنة هو مريضة وكده يعني اه هم انها خلاص قطعت النفس ومرضت بقى اي حاجة الناس انها قلود اتوفت احنا خلناها وجودنا عم المتشفى اه اه وهم كمان نبهوا كمان اللي عمل الضجة دي ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت الخبر بان عاطف الحاج عاطف الحاجة مرة تانية بان كمان تم التنبيه في المساجد اه ما نعرفش ملي نبه ملي اهو تم التنبيه ربنا اديك الصحة حاجة احنا مبسطين ونهاردة الجمعة وبنحتفل بك يعني سيدي مخدم سيدي مخدم كل دفع نجل عليك وحبيب ربنا اديك الصحة يعني عزيزان المشاهدين الحاج عاطف المعانى دي ستة طيبة وستة كدة في السن وستة عظيمة طبعا هي مريضة ضغط وسكر يعني تناول بعض هنا وتم تنبيه في المساجد على وفاتها وهي كانت في الحال دي كانت في غيبوبة سكر يعني اول ساعة جات قالت انها اه اتوفت ممكن كانوا بيتجاهزوا كدة وبعدين اه رجعت مرة تاني بعد ما راحت المستشفى التخصصي راحت المستشفى التخصصي المستشفى العام اه وطبعا اه ادوها بعض العلاجات ورجع التاني هي معانا هي تي ربنا يديها الصحة وربنا يكرمك حاجة كده حاجة كده حاجة ايه حاجة عاطف ان شاء الله طلبة الساتر من الله طلبة الساتر من الله والشيفة والشيفة ان شاء الله ربنا يشفيك ربنا يشفيك والنهاردة برضو ربنا شفاك ما انت كنت تغيبوه بالسكر والحمدلله ربنا قرامك يعاني حلطبة أني يديك الصحة حاجة عاطف حاجة حاجة عاطف يعني الحمدلله لسلامة الحاجة عاطف هي والدتك ربنا يديها الصحة يعني يوم عظيمة يوم الجمعة فمن اعتمد رجوح ربنا ده الصح يا رب يعني احكيلي ايه اللي حصل والله انا جيت من بيت الصبح عبن الصباح ده على 11 دخلت لديها عدد وعسر العملة يومي قالت الحمد لله والله هتكت عادي برا قالت لي لأ بسها دقيق فراحت ايه ايه انا اغايحت والله هتنامي قالت لي لأ مش بيه اللي اه راح اتنامت على التلف كدة توعدت وقتها هاي وقت لها بقى وقت نسلاو عن نسلا طلبت جانبت حتى هاي وقتها القرب جدا جنبية بقيت عملك جي رفت ربنا وقتها ومرافت بالله رفتنا عليك فتناه رفتنا وما رفت عليها ايه احيان دخلها يا ام يا ام يا ام يا ام رفت عليك رب ندعك علي أخيه وكلم بقى جنودوا اه 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 يصلوا بقعة مستشفيات خلا اه ترى قدروا قدروا دقاء اه 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 وقد إجلت اجلتهم يتداد السفقة ١٧ ١٧-٢٦ ٢٧ًنون ده ORT ماطي جدًا كمان بريدي عوامل في الحقيقة في بريدي عشان التنزيد ليس هناك نحن الغيبات بالسفقة راح طلب الأشعاب قبل أن ينكبنا على الأشعاب وقروحنا تنى السفة الخالجين فصراحة جرأوا على كل مياه لأن السفل تعطنين مين نبّى في المجد بعض تعود التوفت و جنى ثلاثة بعد ساعة العرض نحن قد نزى ولا حاج ربنا يدار الصحة والحمد لله على كلامة وربنا يشفيها وفرحتكم برضو النهاردة كبيرة بره الحمد لله يعني انت بعد رجوحها مرة تانية اتبسطت وبدأت تبقى سعيدة ومقصوطة بوجودها معاك يعني الحمد لله ده كان يوم النهاردة تعيبه وشاف كمان ان الجيران والناس كلها مقصوطين والناس كلها بتحبه بان الحاجة عواطف تبقى معهم النهار ولا حاجة يعني مقصوطين انها قدامكم والحمد لله يعني اتبقى والله لما رجعت السلام يلا ربنا يدار الصحة يا ربنا حاجة عواطف عاملة ايه الحمد لله اخبارك ايه حلوان حاسي كنطوليك مبسوطة كده وسعيدة بحاسي وربنا هو اني حاسي وربنا اني معاك الله يديك الصحة انت عاوزة ايه طلباتك باجا حاجة عواطف بقوليني كده لجي طلباتك حاجة عايزة هاي هاني حاجة رعاها انت اخوة اه اه انت اخوة اه اه بس الدكاتر النهاردة في التخصص يجابه بالواجب اعمل اعمل الواجب انت كده بسم الله بجتي اشهر حد يعمل حاجة عواطف النهاردة يعني انت النهاردة الدنيا كلها بتتكلم حاجة عواطف اه اه عشان كده احنا كلنا اتبسطنا برجوعك وجي نالك كمان عشان نحتفل معاك انت ست فت ست فعلا اول مرة اول مرة جدلك ان دهاردة بس واضح انك ست طيبة يعني بامانة يعني واضح والله جدا اه والله جد يعني واضح جدا ان انت ست طيبة جدا واشايفين الناس كلها مفسوقة وفي الحمد لله بتحملوا ربنا على كل يعني كل اللي نجيبوا ربنا كويس الحمد لله عز وجل حمد لله عز وجل مم يعني احنا برضو يعني سعداء اه ان احنا يعني جينا وقعدنا معاك في يوم الصاري النهاردة يوم جمعة ودي حاجة كويسة جدا وفرحة النهاردة كاين بنا بحفلة وبنحتفل بيك يعني احنا بحفلة بالطلع يعني اعزائي المتابعين احنا بحفلة يعني اعزائي المتابعين جي الحاجة الهواصف المهاردة يعني تنادح يعني انتشروا الهوطاتها تثلت ترجيع في مساجد يعني وبعدين هي كانت في العقوبة تسفاك ورجعت ثاني يعني محيار وهي معانا هي تي وربنا اعزائي تصر قصة طيبة فعلاً الجيل ذا امتن مش لاعطنا اوازم تاني بدأ يضربنا على الانجكير ضربنا على الانجكير ضربنا على الانجكير طبعاً الجلان من اهج المفتوتين وهم حواليها ومفتوتين خبير انتم مشاهدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة